شكرا شازلي التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال اجتماع مواصع عقده الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس من سوتاكس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون في قطاع الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي والغاز وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الأخضر والهايدرجين الأخضر والطاقة الشمسية وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كاب 27 وخلال المباحثات توافق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الموقع بينهما في تلك القطاعات سواء في الإطار الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية إخماد الحريق الذي اندلع بمحطة زابوريجا للطاقة النووية مؤكدة عدم وجود ضحايا وكانت أسلطات الأوكرانية قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم أن القوات الروسية هاجمت المحطة وأن النيران اندلعت في مبنى تدريب مجاور لها مكون من خمسة طوابق هذا ونقلت وسائل أعلام أوكرانية عن مدير المحطة النووية أنه تم تأمين الأمان الإشعاعي بالمحطة اتهم الرئيس الأوكراني زودمير زيلنسكي موسكو بالسعي لتكرار كارثة تشيرنوبل بقصفها محطة زابوريجا النووية الوقاعة في وسط البلاد والتي تعد الأكبر في أوروبا وقال زيلنسكي في رسالة عبر الفيديو إن بلاده تمتلك خمسة عشر مفاعلا نوويا مشيرا إلى أنه إذا حدث انفجار فستكون نهاية كل شيء وشدد الرئيس الأوكراني على أنه فقط التحرك الأوروبي الفوري يمكنه أن يوقف القوات الروسية قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة زابوريجا للطاقة النووية في أوكرانيا وذكر البيان أن بايدن حث روسيا على وقف أنشطتها العسكرية في المنطقة والسماح لفرق الإدفاء والطوارئ بالوصول إلى الموقع وأضف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي اطلع أيضا على أحدث تطورات الوضع من وكيل وزارة الطاقة الأمريكية للأمن النووي أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بورس جونسون سيسعى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث القصف الروسي لمحطة زابوريجيا وحذر جونسون بحسب البيان من أن تصرفات الرئيس الروسي فضاديمي بوتين يمكن أن تهدد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة الأوكرانية جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فضاديمي زلنسكي حيث شدد بن سلمان على استعداد بلاده لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا مشيرا إلى أن المملكة ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين على أراضيها التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج ألف وثمانية متعافين من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 479 ألفا و417 حالة وعشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1261 حالة جديدة ثبتت إيجابية وتحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 17 حالة جديدة نهاية مجزة تسعى نعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل